الزمالك من جانبه اجتمع اجتماعا طارئا من خلال مجلس الإدارة علشان يرد على هذه القرارات وجاءت رد أو جاء رد نادي الزمالك على هذه العقوبات وتحديدا عقوبة شيكابالا كالتالي قال فيها بنرفض هذه القرارات الظالمة تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب انطلاقا من مسؤوليتها تجاه النادي وجماهيره واحتراما لقيمه ومبادئه رفضها التام للقرارات الصادرة من رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري للكرة القدم بشأن النادي والعبي بين قصين من رئيس اللجنة مش من الاتحاد طبعا انتم مركزين فيما بين السطور البيان الأولاني كانوا بيقولوا فيه انه لو سمحت ما تتجناش علينا أو تيجي بقرارات انتقامية عشان انت رئيس الاتحاد وانت اللي وقعت معاك الخناءة يعني فما تنتقمش مننا فدلوقتي ما بيردوش على قرارات اتحاد الكرة بل بيردوا على قرارات أحمد مجاهد في البيان قالوا فيها انه والتي جاءت مخالفة لكل اللوائح والقوانين بصورة غير مسبوقة تحتفظ اللجنة بحقها في اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة هذه القرارات الباطلة هنا الزمالك وصفها بالباطلة على جميع الأصعدة مهما كانت التداعيات وسوف يتم الإعلان عما يتم اتخاذه من خطوات بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه سمعت كده كل حاجة حصلت وحضرتك سمعت كل حاجة حصلت لو كانت فاتتكو يعني كل ده بقى كل ده بقى حطوه على جنب كل ده اللي هو البيان الاستباقي وقرارات اتحاد الكرة ورد الزمالك على قرارات اتحاد الكرة حطوه على جنب عليمين ونجيب على الناحية التانية ونبدأ صفحة جديدة وكأن شاءا لم يكن الزميل احمد موسى يلتقي مع المهندس احمد مجاهد في حلقة تلفزيونية خلال الساعات القليلة جدا الماضية وخلال اللقاء احمد مجاهد بيقول ان شيكابالا هو ابن اتحاد الكرة وانه بيحترم الزمالك وانه رغم اهلويته ينحي انتماءه تماما والزميل احمد موسى الاهلاوي بيقول له طب ايه القرارات وايه العقوبات وايه الحيثيات وايلا حصل فرد عليم انه مسمعتش الشتيمة بتاعت شيكابالا لكن اه قال انت اهلاوي فالناس بشكل طبيعي جدا طب هو انت اهلاوي دي مشكلة يعني هي دي تخليه توقف ثمان شهور طيب خلال نفس الحلقة يظهر رئيس نادي أزمالك الكابتن حسين لبيب في مداخلة تلفونية فادها الحب والورود والشموع والاضواء والاجواء الجميلة جدا وقال الزمالك او من خلال رئيس نادي أزمالك انه القصة ان الزمالك بيحترم قرارات اتحاد الكرة اللي كان قبلها بساعتين وصفها بالباطلة والمهندس أحمد مجاهد قال انه بيحترم جدا نادي الزمالك وانه العقوبة ممكن تتخفض وممكن تقل وممكن تتلغي أساسا ودعا رئيس نادي أزمالك المهندس أحمد مجاهد الى احتفالية سيحضر فيها بشكل طبيعي جدا شيكابالة علشان يحتفل الزمالك بلقب الدوري اللي توج به منذ أيام قليلة بعد غياب خمس سنوات وبالتالي سيبك بقى من اللي فده كله ونمسك بقى في اللي هنا لان اللي هنا ده معناها انه الخطوات الطبيعية اللي جاية ان الزمالك هيستقنف من خلال اتحاد الكرة لجنة الاستقناف اذا رفض الاستقناف هيروح لمركز تسوية النزاعات هنا في مصر اذا رفض هذا الاستقناف هيروح للمحكمة الرياضية علشان اتوقع وانا رأيي بداية ان العقوبة قوية قوي 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 اتوقع انها ستخفض لحد فين معرفش توقعي هو مجرد توقع ان العقوبة ستخفض بشكل واضح يعني طيب بعد ما تخفض هل يحصل ايه او قبل ما تخفض يحصل ايه الزمالك هيعمل تظل ماضي لكن هو قدام شيكابالا عدة خيارات الخيار الاولاني انه مثلا يتم اعارته للخارج او ان يتم ابقاءه في الزمالك ويتمرن عادي ويلعب في افريقيا لان الزمالك شيكابالا مش موقوف دوليا هو موقوف بس محليا او يتم اعارته يستبيد الزمالك من مبلغ اعارته ويلعب بيرعب ويرجع ربما بعد نهاية الموسم او انه مثلا لو العقوبة خفضت لثلاث شهور او اربعة شيكابالا يعار من هنا لحد يناير فيرجع على استئناف الدوري في الدور الثاني لانه صفقة جديدة وبالتالي الزمالك قدامه خيارات طوالك ان...